اجتماع أمني جاء تذامنا مع النزاعات الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق في جنوب ووسط وشرقي البلد حيث تم تقيم الوضع الأمني بشكل عام وفي أماكن النزاعات بشكل خاص واستمع رئيس الجمهورية إلى النتائج الميدانية التي قدمها رئيس الوزراء باهمي باداكي البير وأكد فيها أن الأوضاع تحت السيطرة وقد تمكنت القوات الأمنية من ضبط كمية من الأسلحة واعتقال عدد ممن كانوا سببا في إشعال نار الفتنة رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبيتنو أعرب عن استيائه من تجدد هذه النزاعات ودع السلطات الأمنية إلى مزيد من الجهود حتى لا تتكرر هذه المشاهد وفيما يتعلق بالحوار الوطني الشامل فقد شدد رئيس الجمهورية على توفير مناخ آمن للسياسيين العسكريين وضمان حرية التعبير أثناء المناقشات وفق ما صرح به وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الرحمن غلام الله عقب خروجه من اللقاء الرئيس الجمهورية طلب من ناس الامني خلي يعملوا سكوريته على الديالوج يجوبوا الامني كامل شامل في بلدنا فشان الناس يدخلوا بكله حدوء يدخلوا يتكلموا يددوا رأيهم بكله حرية فشان أزول ما ممكن يلقى مشكلة فشان أدرايا في الديالوج وبعدين الناس جاين من بره وأخواننا البوليتيكو ميليتير يعملوا لهم سكوريته يدوموا الأمن الكامل يجوا يلقوموا يستقبلوا مكويز ويشوفوا مشاكلهم كله اللقاء شهد عرضا للحطة الأمنية لضمان أمن المشاركين من العاصمة أنجمنا ومختلف الولايات قدمه وزير الأمن العام والهجرة الجنرال دوكونياد ديكير هذا وخلال الاجتماع أعطى رئيس الجمهورية الفريق محمد دريس ديبيت نوت تعليمات صارمة للسلطات الأمنية لرفع مستوى التأهب الأمني داخل الأراضي الوطنية هذا وخلال اللقاء أعطى رئيس الجمهورية الفريق محمد دريس ديبيت نوت تعليمات صارمة للسلطات الأمنية لرفع مستوى التأهب الأمني داخل الأراضي الوطنية